أستاذين هنا لدينا مشكلات عقاري أستاذ الله يستطرق تفضلي شوف هنا الله يرحمها سكنت في دار 1968 وعندنا شهادات تثبت باللي ما سكنت هذا الدار وكانت سكننا فيها سيدتي باش نصلح المعفاق المفاهيم ايه نعم أستاذ أن نفهم كلامك أنا بلي الدار هذه ما يشتاكم تعم الله يرحمها كي قلت لي سكنت يعني الدار هذه تابع لا لا الدولة عطيتها لها عطي لها بناء ريفي في 1968 و 1968 سكنتها وفي العشرة أكتوبر 2001 عطاولها بناء ريفي وعندها كما نقولو قائمة مع الأشخاص اللي عطاولها البناء ريفي خرجوا في قائمة نعم أستاذ خرجوا في قائمة والأرض هذه تعمل هذه أرض ملك الدولة ملك الدولة نعم ودرنا تسوية ولكن تسوية تعنا ترفضت أستاذ السبب اللي خلوها ترفضوهن نعم 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 عندنا وثائق عندنا رئيس البلدية عطينا وثيقة لما الله يرحمها في 79 أعطاها إعانة مواد يا سيدتي يا سيدتي 79 الآن أبوش حاكي نعم علش مدرتوش وثيق يعني عقد عقد الشرق البيتها مدرتوش عقد لماذا؟ نديرو العقد أستاذ طلبونا التسوية والتسوية رأي مرفوضة القصة هذه ما عندهاش عام والاثنين رأيه 179 ليه 179 علش مقدرتوش تديرو عقد حنا زدنا في ضد دار علش مقدرتوش تديرو عقد طيل هذه السنوات مقدرنش نديرو عقد أستاذ طلبو لأنه ما عندنوش تسوية يا سيدتي خلينا ما تسوية خلاص ما كاش تسوية وش حال الجزالين يحبوا تسوية يحبوا تسوية يديروش يحبوه ما ديكو تديري قانون تحت تسوية قبل ما تكون كاين تسوية علش معطوكمش عقد مدام البلدية سكنتكم علش معطوكمش ما سوتكمش العقود يعني تعطيكم عقود ولا قرار استفادة لماذا؟ أعطينا سهلة شهادات أستاذ عندنا شهادات شهادة ما عندنا احتمى عندنا شهادات لا ترقى لي أن تكون عقد ملكية ولا ترقى لي أن تكون قرار إداري بالاستفادة ذلك نجاوبك ممكن أن تكون تروح المحكمة يرفضواها قبل لعدام الصيفة لماذا؟ تقدروا الفريضة تعالوا أم بتاعكم كل واحد النصيب بتاعه والأبناء والزوج ومن بعد تجيبوا الوثيقة ليدكم وتدفعها في المحكمة تطلبوا طرد تعهد الإنسان ليسكن في هذا الشقة أو في هذا السكن المشكلة أن المحكمة تقدر ترفض الدعوة لعدام الصيفة تقول كنتم ما لا عقد إيجار لا عقد ملكية لا قرار استفادة ولا أي شيء ممكن جدا هذا الشيء اللي أنا أفترضه علش مقدرتوش دله الطرد لأن الملفتاكم سند الملكية أو إثباتات الملكية غير موجودة والقضاء في غالب الأحيان لا يعترفوا بإصحاب الدعوة القضائية لما عندهم سند ملكية تخرج إنسان من الدار وتقول أنا صاحب المسكن هذا أو أنا وريث في المسكن هذا ومع لك حتى وثيقة إذن هو يستفيد من هذا الفراغ هذا الإنسان اللي راح ساكنكم في البيت تاكم يستفيد من هذا الفراغ الفراغ دع الوثيق ليس عندكمش احتمل يعني ما نعرفش كثير من التفاصيل لكن احتمل إنه لابد من تسوية وثيق الساكنتاكم رفضوكم التسوية إذا رفضوهاكم أعتقد باللي كان عندكم الفرصة أنكم ترثين جؤون المحاكم الإدارية لكي تطلبوا التسوية قبل ذلك كنت حب نعرف كيفاش ما قدرتوش ما نقولش التسوية كيفاش ما قدرتوش تحصلوا على سند ملكية أو عقد أو قرار استفادك يعني طريق وجودكم في السكن في حدتها مشكلة يعني شهادة رئيس بادي أعطتك شهادة شهادة ما عنده تحتمله ساتفيك ما عنده تحتمله القانون يعترف بالدفاتر العقارية عقود الملكية التوثيقية يعترف بالقرارات الإدارية قرارات الاستفادة اللي عندها حجية وعندها سلطة على المكان يعني أعتقد المشكلة هو في الحصول على صفة الصفة تكون عندكم عن طريق الحصول على وثيق لتثبت الملكية المترجم للقناة